تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا ماريام وبرحة بحديقة تطملل بالدار البيضاء نظمت الجمعية المغربية لسباق السيارات بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات الدورة الأولى لسباق المنعرجات للسيارات ويهدف هذا الحدث الرياضي إلى اكتشاف الموهوبين في ممارسة سباق السيارات وتعميم ممارسة هذه الرياضة نحن ارتأينا أن الجمعية دينا ارتأت أنه الدخل في البرنامج دينا السنوي يعني البطولة الوطنية ديال السلالوم اللي هو رياضة صباق سيارات تدخل في المشاركين اللي يشاركوا بالسيارات ديالهم العادية كيدلوا غير الكاسك ديالهم وتدخل هذه التظاهرة في إطار البرنامج السنوي للجمعية والاهتمام الذي توليه لجميع الفئات العمرية بغية تكوين أجيال رياضية قادرة على تمثيل المغرب تمثيلاً مشرفاً هذا وتنظم الجمعية المغاربية لسباق السيارات العديد من التظاهرات والأنشطة من بينها راليات وبطولات وقفلات تحسيسية حول السلامة الطرقية